موسيقى أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء استشهد فلسطيني الليلة الماضية إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن شابا يبلغ 27 عاما استشهد جراء إصابته بعيار ناري في القلب أطلقه عليه جيش الاحتلال في بلدة عزون قرب قلقيليا وعصيب عشرات الفلسطينيين بجروح خلال تجدد اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك أمس وقالت مصادر إعلامية إن عناصر الشرطة اعتدت على المصلين بالرصاص المعدنية المغلف بالمطاطة وقنابل الغاز قتل حارس أمن صهيوني في إطلاق نار شمال الضفة الغربية وقال جيش الاحتلال إن الشابين كان يستقلان سيارة أطلق النار على حارس الأمن في نقطة حراسة قبل أن يلودا بالفرار ونشرت قوات الاحتلال تعزيزات أمنية كبيرة ونفذت عمليات تمشيط واسعة بحثا عن منفذ العملية كما طلبت من السكان إغلاق النوافذ وإطفاء الأضواء وإغلاق الأبواب حتى إشعار آخر هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالرد على أي عدوان إسرائيلي يتعرض لأهداف إيرانية في سوريا أو أي مكان آخر وحذر نصر الله في خطاب ألقاه بمناسبة يوم القدس العالمي الدول المطبعة مع الاحتلال بأن القواعد العسكرية الموجودة على أراضها وبما فيها الإسرائيلية ستكون هدفا لرد إيراني في حال أي عدوان لجيش الاحتلال من هذه القواعد مشيرا إلى أن المساس بالمقدسات في القدس المحتلة سيؤدي إلى زوال الكيان دعا رئيس الاندونسي جوكو ويدودو نظره الأوكراني فولودمير زيلنسكي إلى قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نوفمبر المقبل في جاكارتا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأوضح ويدودو أن الرئيس الروسي أكد مشاركته في القمة على الرغم من الضغوط الغربية الكبيرة التي تعرضت لها جاكارتا لاستبعاد روسيا من المشاركة بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا ولفت الرئيس الاندونسي إلى أن الرئيس الامريكي جو بايدن اقترح مشاركة أوكرانيا لتحقيق التوازن تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 67 وسط استمرار المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية بينما يواصل الجيش الروسي تنفيذ وتدمير المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية بتحقيق مكاسب ميدانية جديدة في شرق أوكرانيا والاستلاء على المزيد من القرى والبلدات وتشير التطورات الميدانية إلى تركز المعارك في المناطق الشرقية والجنوبية حيث أقرت كييف وقوى الغربية الداعمة لها بتقدم القوات الروسية تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا ثلاثة أشهر في أعقاب اعتراض موسكو على فترة أطول من هذه ما لم تتم تسمية مبعوث جديد للأمم المتحدة ويمدد القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الحادي والثلاثين جوليا المقبل ويطلب من الأمين العام أنطونيو غوتريش الإسراع بتعيين مبعوث يكون مقره في طرابلوس ويطالب كذلك القرار غوتريش بتقديم تقرير شهري بشأن تنفيذه حتى نهاية جوليا سحبت شركة الأمن الروسية الخاصة فاغنر أكثر من 1200 مقاتل من ليبيا وذلك من أجل إرسالهم للقتال في أوكرانيا وأكدت مصادر إعلامية نقلاً عن مسؤول ليبي رفيعة انسحاب عناصر من قوات فاغنر من ليبيا مشيرة إلى بقاء نحو 5000 مقاتل منهم هناك نهاية موجز إلى اللقاء موسيقى موسيقى